هابي بارزي تويو هابي بارزي تويو هابي بارزي تويو نادا هابي بارزي تويو كل ساون طيبة يا نادا ياه كانت ليلة جميلة جدا الحمد لله اتناشر سنة فاتوا بسرعة بقى هي دي نادا اللي كانت لسه بتوقع في اللفة العمر بيجرى يا سمسل فين لما انا كنت لسه مدرس مساعد الحمد لله دلوقتي بقيت أستاذ العمر بيجرى هي دي القضية يا محمود يا ستي قضية دي بس كفالة الشر محمود تعالى انا عايز اتكلم معك في موضوع مهمة خير يا سامس شوف يا محمود انا بقى لي 14 سنة زوجة منهم 12 سنة ست بيت وبس عبال 100 سنة يا حبيبتي قعدت سنتين اشتغل بعد ما اتجوزني واول ما جات نادا فضلت ان انا اقعد في البيت ارعيها واكبرها واشوف كل طلباتك لغاية ما بقت بنوتة زي الامر يا حبيبتي انت بتفكريني بالتاريخ ده كله وانا نسيت حاجة يعني انت عايزة تقولي ايه بالضبط يا سامس محمود انا قررت اشتغل اشتغلي ايه في الصحافة تاني تاني وتالت ورابة انت نسيت ان انا لصن الصحافة ولا ايه يا دي نسيت انت لاحزت علي ان انا بنسة يا سامس يا حبيبتي انت بقالك 12 سنة زوجة وام وساعتين كتير قوي في اللي انا وصلت فيه والحمد لله يا رب كل حاجة عندنا محتاجة الشغل في يا سامس محمود انت ليه متصور ان السبب شغلي سبب اقتصادي مال ايه السبب يا سامس تحقيق بقيت احلامي محمود جوازي منك كان حلم وتحقق نادى بنتي كانت حلم وتحقق لسه حلمي انا بقى حلمي الشخصي اني اقوم صحفية اللي انا مقاجي لها عمره طويلة محمود انا هستلم شغلي خلاص الاسبوع الجاية الله ده انت يا واخد قرار بقى الحقيقة انا بقالي مدة بعمل اتصالات مع مجموعة من زماني دي وفي قدامي فرصة كويسة اقوي في مجلة محترمة بصي برغم ان انت مختيش رائي برغم ان انت عملك اتصالاتك من غرمة قليلي الا اني مقدرش ابقى ديكتاتور وقولك مفيش شغل يا زماني وحتى لو بقيت ديكتاتور برضو هسمع كلامي بس صدقني يا محمود ساعتها هحس ان انا متضايقة وحزيمة لان في حاجة مهمة جدا مقصامة وانا يا سيدي مرضاش ابدا ان انت تبقى متضايقة ولا حزيمة عشان كده يا سامية انا موافق ان انت تنزل الشوق بس على شرط شرط ايه؟ ان حياتنا ما تتأثرش بيتنا ما يتهزش موافقة جدا لو حصل اي حاجة يا سامية من غير زعل هطلب منك ان انت تصدقين موافقة ومن غير زعل مبروك يا حمود ربنا يا حمود محمود انت اعظم رجل في الدول انت بتتكلم جد يا شوقي الوزيرة وافقت على المقابلة كمان ساعة؟ ده خبر حيل انا مبسوطة قوي حطيلي شوية بامية بامية ايه بس يا شوقي بقولك ايه؟ جاهز الكاميرا والافلام واتلاقييني عندك كمان نص ساعة يلا باي باي بقى طبخة بامية وملوخية وانت عندك معاد مع وزيرة ودي فيها ايه دي يا محمود؟ فيها انو بربع عليك يعني بتجمعي بين حاجات عجيبة قوي بامية ووزيرة ملوخية وصحافة هايلا انت بتهزر يا محمود؟ والله انا مبهزرش انا بتكلم مجد بالصبحي شغالة في المجلة بعد الدهر بتطبخي بعد الطبيق نزلة تاني رايح الشغل يعني بتتعبي يعني ما انا لازم اثبت وجودي لازم الاقي نفسي واحنا برضو لازم نلاقيكي كمان يا سامية انت استلامتي شغلك بارك تلت شهور في التلت شهور دول اتغدتي معايا تلت مرات يعني مرة كل شهر وريتك بتاكل زي البناء مين العاديين قصدي ايه محنود قصدي ايه دايما بتاكل وانت بتجري لا بتمضغي الاكل ولا بتستطعميه انتوا رايحة فين مابا ما اقول لها من فجأة الهاي لدي ازايك يا حبيبتي الحمد لله يلا اخسل ايديك بسرعة وروح تغدي مع بابا ماما انت تخرج بالمريالة مرسي يا حبيبتي باي 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 راح تفين راح تتابل الوزيرة وزيرة؟ وزيرة يا عباس الدلوعزي انا ما سداد اني شفتها موسيقى انتي متética موسيقى كم موسيقى مكالمة ده عشان حضراتك انا اللي حولتها شكراً أصلاً ما كنت سامحة أهلاً يا محمود أهلاً يا سامية تعرفة الساعة كام دلوقتي؟ يعني ايه الساعة كام يا محمود؟ وبعدين ما عليش مخدتش بالي أصلاً كنت بفرغ شغل الوزير شرتين كل شريط ساعة والزار الوقت سرقني يعني هل ده طبيعي انك تتأخري الوقت زي ده؟ أسفة يا محمود المهم اتعشيت انت وندى؟ أنا كلها سطرين وقفل الموضوع عموماً خليك على راحتك يعني ايه خليني على راحت يا محمود؟ ما هو الموضوع لازم ينزل المطبع الليلة؟ طيب يا سامية تصبحي على خير وانت من أهله حالياً حالياً استخدامك يا محمود يا امحمود يا امحمود انت أفل بأدري لي شواء دولي سأفل طبي فضى الألف قليل قلعي شنون لصرا عادي الأرب أنا أسفى يا محمود مش هتقوم تتعشى معايا ده أنا جايبة بيت ذات الكوية تجنى بله أنا والشفا واضح إن حياتنا كلها بقيت تكوي فرغت شرائط الوزيرة تهيالي الوزيرة دي نفسها لو رجعت البيت متأخر كده جزء ممكن مدخلهاش البيت قلتلك أنا أسفى يا محمود وبعدين مش كل يوم بقابل وزيرة آه لا صح أنا اللي آسف جدا يا هانم إن أنا دايقتك يعني بكلامي ده هموما أنا بكرة الصبح عندي أول محاضرة عشان كده لازم أنام بدري تصبع على خير لو ما يدائكيش يعني مش عارفة أقولك إيه يا سمي الحياة أنت ضيعت من عمرك كتير قوي أنا قدامي جوي وصلت المنصب رئيسة التحرير منكرش إن أنا ضحيت بجزء من استقراري العائلة بس الحياة اختيارات يا ريت أقدر أستفيد من خبرتك إزاي قدرت يتوفقي بين بيتك وشغلك الشغالة ولو إنها ما بتحبش أبدا إن إحنا نقول عليها شغالة وتفضل إن إحنا نقول الهاوس كيبر أو مديرة المنزل دي أجنبية؟ إطلاق مصرية وخريجة جمعة كمان شغالة خريجة جمعة؟ معاها ليسانس أداب متخرجة بقالها سنتين ولسه بقى على ما القوة لعملة تحن عليها وتبعت لها وإذا حنت هتاخد كام؟ أنا عندي بتاخد ثلاث أضعاف مرتبها لو اشتغلت في أي مكان بره إلى جانب الحوافز ومكافئات والأجازات معقولة؟ ومش معقولة ليه كرمتها محفوظة وبتشتغل تامن ساعات زيها زي أي موظف وهي يعني بترضى تعمل شغل البيت يعني تطبخ وتغسل وتعمل لحاجات دي؟ طبعا بتساعد في الطبيخ وبتذاكر لإبني وبتحلم عنهم مورك بتاعهم لا دي تبقى ندرة لا ندرة ولا حاجة في شباب كتير جدا بيبحث عن فرصة عمل شريفة علشان يحقق مستوى دخلي جاي على فكرة انتي هتطلقيها في دماغي أجيب شغالة ما احنا قلنا مديرة منزل؟ مديرة منزل مديرة منزل المهم ان انا ارتاح واشتري دماغي في الحالة دي بقى اقدر اعرض عليك منصب مديرة التحرير مديرة تحرير؟ الزميلة اللي بتشغل المنصب ده مسافر الخليج بعده اسبوع مع جوزة مديرة تحرير؟ ايوة مديرة تحرير تحبي اكلملك الهاوس كيبر اللي عندي تشوفلك زميلة من زميلتها كلميها مادام مديرة تحرير يبقى كلميها فورا ولا قميص نظيف ولا قميص احنا خلاص حياتنا بقت اخر لغباطة محمود من فضلك بلاش عصبي؟ العصبية مش كويس انت هتكلمين على العصبية؟ احنا حياتنا وازت يا هانم كان كل حاجة ماشية مظبوط كنا بنزحة من النوم ساوى نقعد نفطر ساوى انا انزل روح على شغلي ونادا تنزل تروح على مدرسيتها ارجع من شغلي نقعد نلغدة ساوى نقعد نتفرج على التلفزيون نقعد في البلكونة ساوى انت عارفة ان احنا معدناش في البلكونة دي من ست شهور ايوة يا محمود ما دخلناش البلكونة لان الدنيا بقت برد مش الدنيا هي اللي برد حياتنا ساوى هي اللي بقت برد انت ليه يا محمود مش عاوزني انجحها؟ ليه عاوزني افضل لامر كله خدامة لك والبنتك؟ انت ليه بقيت اناني بالشكل ده؟ انا اناني يا سامية دي سنة الحياة الدنيا كلها تقسمتها كده من زمان قوي الراجل هو اللي ينزل ويشتغل ويش او يتعب عشان يصرف على بيته الست بقى تقعد في بيتها معززة مكرمة تاخد بالها من بيتها ومن عيالها لما الست بقى تنزل تروح الشغل عشان تحقق طموحها من يقعد في البيت واخد باله منه؟ الراجل؟ لا الشغال شغالتي ايه؟ تعالى بس تعالى وانا فهمت التقسيمة اللي انت بتتكلم عليها دي كانت زمان لما الست كانت بتطبخ وتمسح وتنشر الغسيل اللي تعمل كل حاجة في البيت انما دلوقتي بقت فيه الماكنسة فيه الجوتاجاز فيه المايكروويف واللي فاضل من شغل البيت حاجات بسيطة تقوم بيها الشغالة وانا اجيب شغالة ليه؟ البيت ده بيتك يا سامية بيتك وانا مرشحة اكون مدير التحرير مش ممكن اضحف فرصة زي دي عشان حاجات بسيطة ممكن تقوم بيها الشغالة ماشي يا سامية اشتغلي وانجاحي وحقق تموحك وهاتي الشغالة اللي انت عايزاها بس خلي بالك فيه دور لا يمكن تقوم بيه اي شغالة في الدنيا هو دور الزوجة دور الام انا اسمي عبير لسانس اداية في قسم فلسفة؟ طبعا زي ما مكتوب عند حضرتك في السي في بتاعي وطلباتك؟ المرتب يعني؟ مظبوط والله يا مدام ده حسب ظروفكم بمعنى هل حبقى living in ام living out؟ قصدي ايه؟ قصدي هل اقامتي حتبقى في البيت عندكم ولا حتبقى برا؟ والله انا افضل ان انتي اقامتك تكون عندنا في البيت؟ فول بورد طبعا اه طبعا فطار وغدا وعشان معقول هنبعتك تكلي برا؟ هل عندكم ساكن مناسب؟ يعني ايه ساكن مناسب؟ عندنا شقة كبيرة كويس؟ اصلي يا مدام سامية الزمن دلوقتي اتغير في الافلام العربي اللي عمالين يزوها في التلفزيون ليل وينهار تلاقي الهو سكبر او الشغالة زي ما بيقولوا عليها مرميها في المطبخ على فرشة في وسط كبات والشوك والمعالي او رمينها في الطرقة في البيت في عز الشتا من غير غطا طبعا ده عمل غير انساني بالمرة المفوض ان الهو سكبر يكون عندها قوضة شرحة برحة بيخشها الشمس والهوى صح؟ ايوه صح يعني احنا عندنا قوضة صغيرة ممكن تستعمليها؟ هل عندكم حمام اضافي؟ عندنا حمام صغير للضيوف كويس قوي يا مدام عشان ما بحبش استعمل حمام حد نيجي بقى للكلام المهم اجازت حضرتك امتا؟ الجمعة وجوز حضرتك؟ الجمعة برضو اذا اجازتي انا كمان هتبقى يوم الجمعة طالما انتم اللي اتنين هتبقوا عاديين في البيت عندكم اولاد؟ عندي بنت واحدة اسمها هنذا في اولى اعداتي يبقى مؤكد يا مدام حتحتاجيني في الهوم وارك معقولة؟ حتقدر تساعدها في المذاكرة؟ انتي ناسي يا مدام ان انا لسانس فلسفة؟ ده انتي معجزة انتي فعلا هيلة ولا معجزة ولا حاجة يا مدام انا عندي زميلات كتير بيعملوا زي بالزبط بص يا مدام انا حاخد خمسمائة جنيه في الشهر ومنحقي اسبوعين اجازة في السنة مدفوعين الاجر طبعا اما بالنسبة للعقد اللي احنا حنمضيه مع بعض انا مجهزة لحضرتك اتفضلي العقد الشامل كل حاجة العلاج كسوة الصيف كسوة الشتا وكمان فيه الـ overtime بتاع الاجازات والاعياد والمناسبات العامة حضرتك ادريس العقد كويس وفقني فيه كويس ولما توافق عليه كلميني استأذنك بقى يا مدام فرصة سعيدة جدا مدام ارجوكي بعد ما تدريس العقد لو عجبتك اتصل بيا بسرعة لان انا مضمنش نفسي نبقى فاضي لحد بكرة ايوة بس خمسمائة جنيه في الشهر ده مبلغ كبير اولا لا كتير ولا حاجة دول يجيبوا حتة فستالة راح ولا جهة ايوة لكن مثلا خريج الجامعة اللي بيشتغل بقى له خمس سنين مرتبوا مع الحوافز ما بيزدوش عن 300 جنيه وهي كمان خريجة جامعة وبعدين هي مش هتشتغل سبع ساعات وتمشي دي هتعيش هنا في البيت هتغسل وتطبخ وتمسح وتعمل كل حاجة وبعدين الشغالة اللي بتيجي يوم وتمشي بتاخد 20 جنيه وهي ماشي عبير بقى يومها هيوقف بقى قل من 20 جنيه ده غير كده انها هتساعد ندى في مذاكرتها دي حاجة جميلة خالص معنى كده بقى ان انت مش هتعملي حاجة للبيتك ولا البنتي هعمل اللي هقدر علي يا محمد اتفضل امدي العقد عقد ايه ده؟ عقد عبير عبير مين؟ عبير الشغالة قصدي مديرة المنزل الهاوس كيب اسمها عبير زمان كان بيبقى اسموهم خاضرة ستة ابوها بخطيرها ده ما عبير دي جديد او يا سيدي ان شاء الله يكون اسمها عبدو من فضلك بقى امدي العقد وخلصت الله يبقى انا مش همضي على حاجة انت صاحبة الفكرة وانت السبب في وجود عبير هانمي يبقى انت بقى اللي تمدي العقد خلاص يا محمد انا اللي همضي العقد واللي علمك بقى انا مديش دعوة بمرتابها ده ازاي يا محمود؟ هو مش حضرتك رب الاسرة دي؟ ايه بس او حضرتك ما شاء الله بقيت دلوقتي مدير التحرير قد الدنيا والستة عبير دي انت اللي جايباها فعادي جدا مدام هتتحمل جزء من شغلك في البيت انت اللي تتفعلها مرتبة يا هاممي اوكي يا محمد اللي انت عاوزه مفيش مشكلة خاصة اموما موضوعين ثلاثة في المجلة كل شهر يغط مرتبة ما تقلقش نفسي ايه بقى كده بقى انا فيش مشكلة اسبع لخير يا سر موسيقى 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 ايضا انتي كايب الكتب معاك؟ مش كتير ده كتاب في علم الفلسفة عشان منساش ان انا تعلمته في الجامعة ودي شوية كتب في تخصص العملي تيليك تخصص عملي؟ طبعا يا استاذ تخصص العملي كمديرة منزل مثلا الكتاب دوت مختارات من المطبخ العالمي اما الكتاب دوت في الاقتصاد المنزلي اما الكتاب دوت كيفية ادارة المنزل السعيد اما الكتاب دوت التربية الحديثة الاقي معاك مجلد ميكي والله محمود كل حاجة يا مدام محتاجة لخبرة وقراءة حتى الخدمة في البيوت محتاجة لخبرة وقراءة اكيد ايه الصورة دي؟ اوه حضرتك قوية الملاحظة جدا الصورة دي ليا وزلاميلاتي واحنا في الكلية ديت اتجوزت اما اللي جنبها مقدمة على هجرة لاستراليا اما اللي جنبها مقدمة على هجرة للخليج وصفت الحمد لله اما ده بقى محمد بيشتغل دلوقتي يسوق تاكس دي نهالي بتشتغل زي مديرة منزل وطبعا بقيت اللي في الصورة مش لقيين شغل محمود على فكرة انا معجبة بيك جدا يا انيسة عبير يعني ايه معجبة بيها واخدى الامور ببساطة من غير حساسية اقصد يعني ان في ناس كتير ممكن تبقى محرجة من الشغلة تيه يا مدام انا شغلتي مهمة جدا 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 وانا عن نفسي بستمتع بيها على قد مقدر اي بنت بعد ما بتتخرج من الكلها بتحلم بايه بالبيت والاسرة والاستقرار انا بقى بفلس في الامور زي ما انا شايفها فبقول ان البيت اللي انا عايشة فيه هو بيتي والاسرة اللي في البيت ده هي اسرتي الى جانب ذلك انا بقى بدمرتب واحوش منه وبكون نفسي ومنها بتمرن انتي فعلا هيلة متصلحة جدا مع ظروفك هل يا مدام عندك حل تاني؟ لا ما عنديش وانا صراحة برضو ما عنديش وما لايه صندوق العجيب اللي عندك ده اه ده في تحويشة عمري في شوية ذهب على ضفطر حسابي في البنك فكرة ممتازة فكرة هيلة الواحد لازم يعمل حساب المستقبل انا عرف واحدة قاعد التحوش تحوش تحوش وبعدين عربية خبطتها محمود مدام لو سمحتي انا محتاجة ربيزة صغيرة كده متر في متر واطية تصلح للكتابة للكتابة؟ ايوة اصلا انا بكتب كتاب اه بتكتب كتاب كتاب يعني ولا كتب كتاب مثلا هتتجوز وتسبينا بقى لا يا استاذ انا بكتب فعلا كتاب اهو يوميات شغالة مؤهلات اتهيلي الكتاب دوت لما يخلص ويتنشر هيكسر الدنيا انا طبقت على الناس اللي انا اشتغلت عندهم نظريات الاجتماع وعلم الفلسفة تلاهت بحكايات غريبة وجميلة انت جاية تكتب علينا وتفضحنا بس يا محمود مادام سامية حضرتك صحفية اه ايوة مظبوط اصلا انا كنت بفكر بعد ما خلص الكتاب بتاعي ان انا قدي المجلة تتبنى فكرته وتنشرهولي على حلقات والله فكرة كويسة اهو بسالي نفسي يا مادام بدل ما ضايع وقت في حاجات غير موفيدة اكيد اموما على ما تخلصي ترتيب حاجاتك احضرلك الترابيزة اللي انتي عاوزيها مرسي او يا مادام تلاهت رابيزة الصفرة بقى يا محمود اه يوميات شغالة مؤهلات مش كده صح نحن هنشوفي يا مسودة يلا يا محمود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة عبير دي ممتازة انتي فعلاً فكرتك هيلة دي بتعمل كل حاجة بتخسل وتطبخ وتنظف ده حتى الشبنج هي اللي بتعمله يعني مرتاحة يا سامية إلا مرتاحة وكمان بتذاكر لنادا انتي كمان شغلك بقى كويس قوي وانا مبسوطة انك مديرة التحرير انا بقيت مستمتعة جداً بشغلي واخيراً هقدر اخد فرصتي وجوزك مبسوط شغله واكله ولبسه منظمين هيعوز ايه تاني ما قلت ليش يا محنود ايه رأيك فيه قلبس بكرة انهطة ده ولا ده بكرة امت بكرة بالليل في تصوير التلفزيون ايه ده تي عندك بكرة تصوير في التلفزيون بكرة تصوير اول حلقة من البرنامج بتاعي البيت السايب ما شاء الله يعني عندك برنامج بتقدمين في التلفزيون قال يعني ما تعرفش هو انا مش قلتلك الاسبوع اللي فات ان انا بعمل برنامج لقناة الاسر انا اللي بقدم وانا اللي بعده ضيق انا مش فاكر ان احنا قعدنا مع بعضينا الاسبوع اللي فات عشان تقوليلي حاجة يعني لا انا دخلت عليك المكتب وانت بتشتغل وقلتلك اه حاجة كوي يعني وهتقولي ايه بقى في برنامج البيت السعيد ده يا ريك كل زوجة تجيب في بيتها شغالة مؤاهل عالية عشان تتولى كل حاجة تكنس وتمسح وتطبخ وتذكر اللي بنتها عشان تتفرغ هي بقى الحلمها والمستقبلها مش كده افهم من كده ان انت بتتريق عليها انا اقدر التريق عليكي انا بقول اللي حاصل فعلا صراحة يعني انا بقيت اسعد زوج في العالم من ساعة ما جبتي الاستاذة عبير الهاوس كيبر طب لزومه ايه الكلام ده ممكن افهم من حضرتك ايه اللي نقصك بالزبط انا مش نقصني اي حاجة انا اسعد زوج فعلا والحياة بانبي وكله تمام الحمدلله يبقى خلاص مفيش مشكلة قولي بقى يا محمود قلبس ده ولا قلبس ده انا رايي تلبس اللي انت عايزاه ولا قولك اسألي الاستاذة عبير الهاوس كيبر هيا ستي ايه راييك بقى في الفستان اللي انا اخترته لي برافو عليك يا عبير هو ده فستان سندريلا بجد ان شاء الله لما تلبسيه وتقفي على المسرح كل الناس هتشاور عليك وتقول سندريلا اهي انت اللي هتجي معايا وانت اللي هتلبسه فولي ليه يا حبيبتي هو انت ماما مش رايحة معاكي ماما مشهولة يا عبير عندها تصوير في التلفزيون تصوير ايه بس في التلفزيون دي حفلة عاملها المدرسة علشان عيد الام يعني مامتك لازم تكون موجودة معاكي ياريت يا عبير حاولت معايا بس اقلال ليه ما تقدرش تعتزل للتلفزيون بقولك يا عبير ما تتجي انت معايا انا ما انفعش يا حبيبتي لازم ماما مانا هقول للمدرسات انك ماما انا معايا اصلي ماما جاتش مدرسة الاعدادية قبل كده ومحدش يعرفه من المدرسات وهقول انك ماما بس كده كده وكد بيعتبر عيبه حرام كد باب يدي يا عبير المهمة ما حضرش الواحد كل البنات مامتهم هتجي معاهم عشان خاطره والنبي عبير اعشان خاطره اللي بيحصل ده اسمه جنان اسمه جنان وصلت دي كده وصلت لدرجة ان بنتك تستلف الشغالة عشان تعمل دور امها في حفلة المدرسة وراحت معاها المدرسة وعرفت تمثل الدور والمشكلة تحلت انت شايفة كده يا مادام انها تحلت انا شايف انها تعقدت اكتر ما اصرش فيك يا مادام ان بنتك تستلف ام الواحد بيستلف فلوس يستلف كتاب يستلف حتى جزمة لكن يستلف ام ام من فضلك يا محمد ما تكبرش الحكاية انا ما بتكبرش الحكاية حكاية كبيرة لوحدها اهاني بايت كارثة انت عارفة ان عبير دلوقتي بايت هي سنت البيت لو نادى عايزة حاجة تسأل عبير لو انا عايز حاجة اسأل عبير هنانكل ايه عبير تقول لنا هنشتري ايه عبير عارفة كل حاجة طب انا دلوقتي مش هاسس بوجود مراضي اعمل ايه اسأل عبير برضو من الواضح ان انت عايزة تتخاني وانا ما عنديش وقت تتخاني ومليش مزاجة تخاني واضح يا سامية ان انت انستي دورك في بيتك وفي حياة عائلتك المشكلة يا محمود ان انت مش قادر تقبل ان مراتك تكون ست ناجحة مش قادر تقبل ان انا كون مدير التحرير مهمة مقدمة برامج ناجحة جدا عايزة تبقى انت الناجح وبس الباقي مش مهم صح ولا انا غلطانة يعني انت شايف يا سامية ان انا بحقد عليكي وكاره انك تبي ناجحة شكر او شكر او يا سامية ان اسنك ان اسنك شكر ما ليت حسنك يا سامية유 وانا مش هتعشق بوقت او دي كميل الفيلم وبعد كده بحضر لنا العشرة هتعشق كل ناس اوه مرسي او سيد محمد على فكرة مرسي او ان انت عملت دور مامة نادا في المدرسة انا مقدرش ارفض اي طلب لنادا نادا دي تؤمرني بس الاهم ان اكون اعجبت حضرتك طبعا كفاية ان كل اللي في المدرسة افتكروا انك مامتها يعني اتصور يا فندم كلهم صدقوا ان انا فعلا مامتها وكمان صدقوا ان انا امراض حضرتك ماما 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 عبير ازايك عبير يجاهزين اللي عشرة بسرعة له سنتعفانة جدا حاضر يا مادم سلي ماما 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 اهي الخاين اهي الجبان النادي انا هتجنن يا ساميا كل دا يحصل ولا نايمه على وداني اهيه دي بس وفاهميني ان اللي حصل حاضرته متجوزها هو مين من ثلاث شهور من ثلاث شهور واخد لها شقة قريبة عشان يتقابلوا فيها إيه لألغاز دي مين اللي واخد لها شقة من ثلاث شهور ومين اللي تجاوز جوز يا سامي جوزي تجاوز الشغالة جوزك والشغالة استفردت بي أنا هنا بهتي في الشغل ليل ونهار وبيتي تحول لعيش غرام للبي والهانم قال إيه وفرت له الاستقرار وديت له الحنان والرعاية اللي أنا حرمها منه يا دي المصيبة وعملتي إيه تفتكري ممكن أعمل إيه مع راجل بجح وعينه زيغة قال إيه الشرع مدينه الحق الجوز أربعة وأنا محملش حاجة غلط أنا جوزت على سنة الله ورسوله الست اللي مريحاني عايزة تطلعي أطلعك يطلعك عشانها تخيل يا سامي طب وابنك منيه برضو واكل عقله الولد ما بيأكلش غير من قيدها بيشرب من قيدها هي اللي بيتلبسه حتى لو عنده مشكلة بتحلاله يا دي المصيبة مش شغلتك ديلي جابتلي عبير عبير مين؟ شغلتي ده كانوا مبرح بيتفرجوا على التلفزيون ولكنهم واحد ومراته مهل عينة واحدة طب أنا دلوقتي مش حاسس بوجود مراتي أعمل إيه؟ أسأل عبير برضو؟ عبير بشير أحسون هختك عبير 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 محمود دفين يا محمود عبير لا يكون عملها وخذ لها شأ عبير معرفش ازاي واحدة زي مادام سامية اللي بشتغل عندها تفرط في النعمة اللي هي فيها عشان سبب مش مقنع في ست عقلة في الدنيا يبقى عندها جوز زي الأساز محمود وبنوتة زي ندا وتقضي تلت تربع وقتها بين المجلة والتلفزيون ومفيش منع تشتغل بس بالعقل يعني بيتها وجوزها وبنتها يبقى لهم الاولوية يبقى نمرة واحد على فكرة سهل قوي ان اي واحدة تخطف الأساز محمود اي راجل في الدنيا محتاج الست لتسعده وتدلعه وتشيله على كفوف الراحة اه اه لو انا متجوزة واحد زي الأساز محمود ياه ده انا ولع له سابع لعشرة شمع واقعد جارية تحت رجلية بس يا خسارة يدي الحلق للبالة ودان لا لا مادام سامية طيبة وما تستهلش بس لو حد ينصحها لو حد يقول لها بيتك نمرة واحد لو حد يشدها قبل ما تقعف الحفرة اللي هي مش واخدى بالها منها اهلاً يا مادام سامية حطي الحاجات اللي في ايدك دي عايزة اتكلم معك شوية حاضر يا مادام خير يا فندم قعودي يا عبير على فكرة الأساز محمود جاي الساعة ثلاثة يعني كمان ساعتين عارف يا مادام ولا مجهزة كل حاجة حابعت دلوقتي للمكواجي جيب البيدال بتاعته عشان هو خارج النهاردة يصل وانا معاديه على المكتبة لقيت بعض الكتب اللي ممكن تفيده في الأبحاث اللي هو بيعملها أما بالنسبة للهدفة خمس زيه حيخلصوا بالنسبة للبيت البيت زي الفل ثانية واحدة يا مادام قعودي يا عبير خير يا مادام انا انا اسفة جدا على ايه يا مادام انا فتحت الأجندة بتاعتك وقاريت مذكرات شغالة مؤاهلة عالية غزبا عني ولا يهمك يا مادام انا كده كده كنت هتباحها في كتاب ومصر كلها هتقرأها مجاتش على حضرتك الحقيقة انا استفدت جدا من المذكرات بس يا ريت قبل الساعة ثلاثة تكوني ماشية وهتاخدي مرتبك لغاية اخر الشهر ومكافئة ناية الخدمة ومكافئة كمان عشان قريت المذكرات ليه بس يا مادام من فضلك جهادي نفسك عشان هتمشي موسيقى 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 وانا كمان في اجازة ايو المهم يعني هي اجازة كم يوم يعني هي اجازة على طول وانا كمان اجازة على طول هي الجملة العجيبة دي يعني ايه يعني خلاص يا محمد انا زهقت من الشبه وحشني الطبيخ والغسيل والمذاكرة البنتي والاهتمام بجوزي طب والتلفزيون والصحافة والمجد وكل الحاجات دي فيه لما موجودين هكتب مقالات للصحافة واعمل برامج للتلفزيون بس هنا من البيت يوميات زوجة كتا تخرب بيتها بأيدي سامية انت بتكلمي جد جد الجد يا محمد ايه لا دي الحكاية دي بقى عايزة كوبايتين شاي مصبوط ونقعد نتكلم براحتنا من عنايا يا محمد من غير سكر يا عبير انت قلت ايه ااا قلت من غير سكر يا سبي انت قلت عبير لا انا قلت يا سبي قلت عبير ااا انا قلت يا سامية حقيقي يا محمود قلت يا سامية طبعا يا حبيبتي معقولة معقولة نغلط في اسمك ابدا يا عبير اشتركوا في القناة